بسم الله الرحمن الرحيم ألفنا منهم صعد كتاب ننزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنفر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دوني أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية نهلكنا فجاء بأسنا بياتنه قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين فلمقصن عليهم بعلم وما كنا ظائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ونخفت موازينه فأولئك الذين قسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يضرمون ولقد مكناكم في رضي وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة سجدوا لآدم فسجدوا إن الإبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك أن لا أسجد إذا مرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فخرجنك من الصاقلين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من جيد أيديهم ومن خلفهم وعن إيمانهم وعن شمائلهم وما تجد أكثرهم شاكرين قال خرج منها مدعوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكنا أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شيت معهم ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأسوس لهم الشيطان ليذي لهما ما أوري عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من خالبيين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فذلاهما بغرور فلما ذاق شجرة بنت لهما سوءاتهما وطفقوا إخصفان عليهما من ورق جنة وما ذاهما ربهما ألمناكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من القاسرين قال بطوك بعضكم لبعض عدو ولكما في رضي مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد انزلنا عليكم لباسا واريسا آتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترنهم إن ناجع عن الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشة أتقولون على الله ما لا تنمون قول مرى ربي بالقسط وأقيم وجوهكم عند كل مسجد وأدعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتك عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل لآيات لقوم يلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ونثمه البغي بغير الحق وأن تشركوا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تلمون ولكل أمة نجل فإذا جاء آجلهم لا يستاخرون سواعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما آياتي أنك رسل منكم يقصون عليكم آياتي يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستخبروا عنها أولئك أصاب النار هم فيها أقالدون فما نظلم ممن افترى على الله كذبا وكذب بآياته أولئك ينالهم نصيب من الكتاب حتى وإذا جاءتم رسلنا يتوفونه قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والنس في النار كلما دخلت أمة لعنة اختهاوا حتى إذا اداركوا فيها جميعا قال تخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلون فآتهم فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تلمون وقال تولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا أصبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يطلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجز المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجز الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف أفسن الله سعها أولئك أصحاب جنة هم فيها خالدون ونزنا ما في صدورهم من ظل تجري من تحتهم لنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تركموا الجنة سؤور تتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن موزن بينهم ألعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى العراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادى أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت صورهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا ألا تجعلنا مع قوم الظالمين ونادى أصحاب العراف رجالا يعرفونهم بسيماه قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم سكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا جنة لا خف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أنفيضوا علينا من الماء يوم ما عزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لوا ولعبا وغرسم الحياة الدنيا فاليوم لنساه كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا اجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تاويله يوم ياتي تاويله يقول الذين لسوه من قل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا فنردوا فنعمل غير الذي كنا نمر قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق سماوات والأرض في ستة أيام ثم سوا على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس القمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخط والأمر سبارك الله رب العالمين أدعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا تقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتان علىكم تذكرون والبالد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبت لا يخرج إلا نكدر كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد رسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم عبد الله ما لكم من إله وعبه إني أخاف عليكم عذاب يوم العظيم قال منع من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وألم من الله ما لا تعلمون أعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولا لكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرق الذين كذبوا بآياتنا إنه كانوا قوم عمين وإلى عاد نخاهم هودا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال من أولذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح لمين أعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم وأذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة قالوا أجئتنا لنبدأ الله وحده ونظر ما كان يبدأ أباه نافاتنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب فاتجادلونني في أسماء سميتم وأنتم وأباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجينا هو الذين معه برحمة منا وقطنا دابرا الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاه صالحا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فاغروا هاتا كن في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب نليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاب وبوأكم في رضي اتخذون من سهولها قصورا وتحتون جبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تتوفر بمفسدين قال الملأ الذين اسكبروا من قومه للذين اسكبروا لمن آمن منه أتلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين اسكبروا إنا بالذين آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وأتعلم ربهم وقالوا يا صالحوتنا بما تعدنا إن كنت من رسلين فأخذتهم رشلة فأصبحوا في دار جاتمين فأتولى عنهم وقال يا قول قدرتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ونطلقوا لقومه أتاتون فاحشة ما سبقكم بها من عد من عالمين إنكم لتاتون رجال شوة من دون النساء بنت قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قيتكم إنهم أناس يفطهرون فأنجينا وهو أهله إن امرأته كانت من الضابرين وأمطرنا عليهم مطار فأنظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدينة أخاه شعبا قال يا قول عبد الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والمئزان قد جاءتكم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في رضي بعد إصلاحها ذلك قيم لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله منامن به وتقونا عوجا واذكروا إذ كنت قليلا فكتركوا وأنظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال ملأ الذين اصدروا من قومه لنخرجنك يا شعب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولكننا كارين قال افترينا على الله كذبا لنعدنا في ملتكم بدأ إذ نجان الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا واسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين وقال ملأ الذين كفروا من قومه لإن اتبعتم شعب منكم إذ لخاسرون فأخذتم الرشفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعبا كأن لم اغنوا فيها الذين كذبوا شعبا كانوا هم خاسرين فتولى عنهم وقال يا قومنا قد بلغتكم رسالات ربه ونصت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا ألها بالبساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مست آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بعثة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والضر ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يسبون أفأمن أهل القرى أن ياتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أفأمن أهل القرى أن ياتيهم بأسنا ضحا وهم نعبون أفأمنوا مكر الله فلا يامنوا مكر الله إن القوم الخاسرون أول ميدي الذين يرثون رضا من بعد آلهاء لو نشاء وصرناهم بثنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها أروا ولقد جاءت رسلهم ببينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب كافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال بوسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق علي أن لا أقول على الله إلا حق وقال جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فات بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال ما له من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخيشكم من ضردكم فماذا تابرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين ياتوك بكل ساحر عليم وجاء السحاة فرعون قالوا إن لنا لأجر كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن البقربين قالوا يا موسى إما أن ترقي وإما أن نكون نحن المرقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس يسترابون وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن نلقي عصاك فإذا هي تلقف ما يافكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فهلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب عالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن ما زال مكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا من آلا فسوف تلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لو صلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أنا وما تنقم منا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرق علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في رضي ويزرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ولا السحين ساءهم وإنا فوقه قاهرون قال موسى لقومه سعينوا بالله واصبروا إن الغن الله يورثها من يشاء من عباده قالوا عاقبة للمتقين قالوا أذينا من قبل أمساتينا ومن بدماجتنا قالوا عسى ربكم أن يهلك عدوكم وإسخلفكم في رضي فينظر كيف تمنون قالوا عسى ربنا ونقد اخذنا آن فرعونة بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبوا سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائره عند الله ولكن أثرهم لا يعلمون وقالوا مما تاتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع وتم آيات مفصرات مستكبر وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لإنك اشتعن الرجز لنؤمنن لك ولنرسلنا معك بني إسرائيل فلما كشنا عنه الرجز إلى أجل ننبالغوه إذا هم ينكتون فانتقنا منهم فأرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها قافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يصبعفون مشارق أرض ومغارب التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا واذمرنا ما كان يصنع فعل وقمه وما كانوا يعرشون وجه أزلا ببني إسرائيل الحواف أتوا على قوم يقفون على أصنام لهم قالوا يا موس جعل لنا إلها كما له آلهة قال إنكم قمنتجلون إن هؤلاء متبروا ما هم فيه وباطل ما كانوا يمنون قال أغير الله أرضيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذا انجيناكم من آل فرعون يسومون كسوا العذاب يقسلون أبداءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لم تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه لجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول مؤمنين قال يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في لواحي من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فاخذى بقوة وام القوم كيا خذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف على آياتي الذين يتكبرون في رضي بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا على غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء إلى آخرة حبطت عمالهما يجزون إلا ما كانوا يملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسد له خوار هل يرونه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأونه قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفلنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بيس ما خلفتموني من بديه أعجلتم أمر ربكم وأرقل الواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي العداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفرني ولأخيه وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سيناله غضب من ربهم وذلة في حياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من ببها وآمنوا إن ربك من ببها لغفور رحيم ونما سكت عن موسى الغضب وخزن الواح وفي نصرتها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقرة نور فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أنكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعى السفاء من نار إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتبي من تشاء أنت ولينا ففل لنا ورحمنا وأنت خير الغافرين وأكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب بي من شاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويوتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين اتبعون الرسول النبي أنوي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يامرهم بالمعروف وينهاه عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائس ويضع علم إصره بوالغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به واعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم شبيعا الذي له ملك السماوات ورغ لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي نمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تتدون ومن قوم موسى أمة يدون بحق وأبيه يدنون وقطعناهم ثلاث عشرة أسباق الممار وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنة عشرة عينا قد علم كل أناس مشربه وظلنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوان كل من طيبات ما رزقناكم وما فرمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القاية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب السجد تفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فابدى الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل له فأرسلنا عليهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السمت إذ تاتيهم حيتانهم يوم سمتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قال تمة من المتعظون قوما الله ملكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا مذية إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجل الذين ينون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهو عنه قلنا له كونه قردة الخواسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم قيامة من يسومهم سوء عذاب إن ربك لسريع لقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في رضي أممهم منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فأخلف من بعدهم خلف وليتوا الكتاب يأخذون عرضا زلدنا ويقولون ويقولون سيغفر لنا وعياتهم عرض مثله ويأخذوه ألم يوخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخية خير للذين يتقون أفلا تقلون والذين يمسكون بكتاب وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر مصلحين وإذ نفقن الشبل فوقه كأنه ظلسوا وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما وآسيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلك ستقون وإذا خذ ربك من بني آدم من ظهورهم زرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألسوا بربكم قالوا بلون شهدنا أن تقولوا يوم قيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا زرية من بدهم أفتلكنا بما فعل المطلون وكذلك نفصل الأيات ولعلهم يرجعون واسلوا عليهم نبأ الذي آسيناه آياتنا فانسلق منها فأتبعه الشيطان فكان من غاوين ولشئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى رضي واتبع هواه فمثاله كمثال الكلب إن تحمل عليه الهات واتسركوا الهات ذلك مثال القوم الذين كذبوا بآياتنا من يهدي الله فهو المتبي ومن يضف أولئك هم الخاسرون ولقد درعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس له قلوب لا عفقهون بها وله أعين لا يصرون بها وله آذان لا يسمعون بها أولئك كالعاب بل هو أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وأثار الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ومن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يذلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يلبون وأملي لهم إن كيدي متين أولئك هم الغافلون ما بصاحبهم من جنة إن وإلا نذير مبين فاولم يظروا في ملكوت السماوات ورد وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اخترب أجلهم فبأي حديث بده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ونذرهم في طيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إن ما عمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ساقلت في السماوات ورد لا تاتيكم إلا بطه يسألونك كأنك حفي عنها قل إن ما عمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولكنت أعلم غيبا سترت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حمنت حملا خفيفا فمرت به فلما أسقد دعوا الله ربهما لإن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آساهما صالحا جعنا له شركا فيهما آساهما فأسعال الله عما يشركون أَا يُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُوا شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْطِيعُونَ لَهُمْ صَوَّلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ وَإِنْ تَدْعُوهُمُ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْبَعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمُ أَدَعَ سُبُوهُمُ أَمَنْ تُصْبِسُونَ إن الذين سدعون من دون الله عباد نمثالكم فادعوهم فليس جيبوا لكم إن كنتم صادقين أَمْ لَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَرْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَذَانٌ يَسْبَعُونَ بِهَا قُلُوا ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونَ إن ولي الله الذي نزل الكساب وهو يتغل الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون أنصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وسرى هم ينظرون إليك وهم لا يصرون خوذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن ما ينزظنك من الشيطان نصر سعي في الله إنه سميع عليم إن الذين تقوا إذا أمسوا طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مصرون وإخوانهم يمدونهم في الغيء ثم لا يفسرون وإذا لم تاتهم بآية قالوا لولا شابيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا أقوي أقوانوا سمعوا له وأنصتون علك تحمون وأذكر ربك في نسكة برعا وخيفة ودون الجري من القول بالغدو ولا أصال ولا أتكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبعونه وله يسجدون